اشتركوا في القناة معتعيمان لأستاذ محمد عبدالله صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا تمام الله يسلمك أستاذ محمد دايتر خلينا نتكلم المجالات اللي دخلت فيها دخل فيها الذكاء الاصطناعي وكيف بدأ يأثر على حياتنا المجالات أغلب المجالات اللي بيدخل فيها الذكاء الاصطناعي اللي هي المجالات المتكررة الأشغال اللي بيكون فيها روتين يعني أنا مثلا أنا كل يوم عندي تاسك واحد اثنين ثلاثة فأنا بعمل التاسك دي كل يوم فأنا ممكن أبدل التاسك دي بذكاء الصناعي أو بسوفت وير معين أنه يردد لي أو يكرر لي الموضوع بشكل مستمر فهي المجالات دي هيكون أغلبها هتتأثر بشكل كبير بمجال الذكاء الاصطناعي غير بالمجالات التانية اللي هي فيها مثلا إبداعية أكثر من ناحية المجالات الطبية مثلا أو مجالات الزراعة فهيكون الذكاء الاصطناعي يوفر سبل أو طرق أسهل بكثير بحيث أن يكون فيها تطور أكثر استاذ محمد هل ممكن يعني تكون هناك بعض الوظائف اللي نستغنى عن العنصر البشري ونستبدلها بالذكاء الاصطناعي والآلات الخاصة في أم لا نعم بالضبط بالضبط فيه وظائف كتير نفسه من تلك اللي فيها تكرار يعني الوظائف اللي ما فيهاش الإبداعية أكثر الوظائف المبنية على تاسكس معينة بتتكرر بشكل يومي ولكن في المقابل لأننا دايما الكلام عن الذكاء الاصطناعي بيذكر بس الجانب السيء منه ولكن في المقابل مع اختفاء بعض الوظائف هتظهر وظائف تانية مثلا نفس وظائف علوم الحاسوب علوم البيانات اللي هتكون أصلا محتاجة أشغال أو سكيلز جديدة المفروض الشخص يتعلمها عشان يواكب التطور اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي أكيد استاذ ما نقدر ننكر يعني تأثير هذه التخصصات وبخاصة الذكاء الاصطناعي أيضا عن حياتنا أو علاقاتنا الاجتماعية برايك كيف رح تأثر على تعاملاتنا مع الآخرين خاصة الموظفين اللي ممكن يحتاجون اللي يتعاملوا مع العملاء وأيضا يعني الزباين اللي يوم في مكان أو مجال العمل صح صح من ناحية الاجتماعية الذكاء الاصطناعي بيأثر بشكل كبير وحتى لاحظنا الموضوع ده في السنة الفاتح قريبا الزالما التكنولوجيا سهلت التواصل بين الناس وحلت مشاكل كتيرة كانت مش هتتحل مثلا في وقت تاني كان فيه الذكاء الاصطناعي مش مطور بشكل كافي أو التكنولوجيا مش مطورة بشكل كافي زائد كمان أنه من ناحية على الناحية السرية أو الناحية الاجتماعية داخل البيت مثلا فكل الأجهزة حوالينا في المستقبل القريب هتكون أجهزة ذكية يعني على سبيل المثال هيكون فيه مثلا البيت الذكي هيكون فيه تقنية الانترنت الأشياء فمعناه أنه كل الأشياء حوالينا مش بس الأجهزة هتكون مربوطة بلينك واحد يعني مثلا الشخص يقدر يصحى من النوم الجهاز أو البيت هيقدر يقرأ مثلا حالته الصحية هيقدر مثلا أنه على سبيل المثال يحضر له فطورة هيقدر مثلا يحكي له الطقس عامل إزاي خلال اليوم من مجرد ما يصحب هيديتكت أو هيعرف أن الشخص قام من النوم وها بتولست يعني كل الأشياء قدامه سعي أستاذ محمد كيف ممكن نطوع التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي لخدمتنا من غير ما يأثر على حياتنا الشخصية أو علاقاتنا الاجتماعية بالطريقة السلبية الذكاء الاصطناعي نفس مول هو يعني ممكن نقول سلاه دو حدين صحيح أو عليه الآراء المختلفة نفس مول دايما فيه الآراء السلبية اللي هتقول إحنا مش عايزينه أو في المقابل فيه الآراء الإيجابية اللي بتقول ممكن نستخدم التكنولوجيا دي فيه تطوير أشياء كثيرة منها من ناحية الطبية أكثر يعني كمان مثلا من ضمن الأجهزة المتطورة أو الروبوتس اللي طالعة جديدة اللي هي مثلا عبارة عن كابسولة على مثلا حجم حبة فممكن المريض أنه يبتلعها ويقدر أنه تقدر أنها تصور كافة الأماكن بداخل جسمه فدي قفزة نوعية كبيرة في المجال الطبي زائد كمان مثلا فيه الروبوتس اللي ممكن تعمل عملية جراحية وكمان يعني فيه قسم كامل في المعدات اللي هو تيلي ميديسن أنه مثلا الدكتور يكون في مكان والمريض في مكان تاني يقدر يعمله العملية الجراحية من خلال الروبوت مواصل بين الطرفين فدي هتسهل كثير وهتطور كثير يعني بس هو في المثال ده المجال الطبي غير بقى مجالات تانية يعني أبرزها اللي هي تكون الزراعة مثلا كيف ممكن نزرع نباتات معينة في أماكن غير صالحة أصلا للزراعة فهتسهل هتسهل أشياء كثيرة على الإنسان في المستقبل سيح نطلع شوية من المجال الطبي والمجال العلاقات الاجتماعية أستاذ محمد ونتكلم أكثر كيف ممكن تفيدنا كم موظفين في مجال أعمالنا من الناحية الإيجابية وأيضا زيادة الإنتاجية نعم من الناحية في ناحية العمل أو من ناحية الإنتاجية ده هيفيد كثير على مستوى الشركات فمثلا نفس ما قلت في مصانع مثلا كبيرة محتاجة عشان توفر طلبية معينة محتاجة عدد كبير من العمال بداخل المصنع فأنا ممكن أن أنا أزود الإنتاجية عندي أو أزود إنتاجيت من ناحية الاقتصادية بأن أنا أوفر عندي روبوتات مش محتاجة مثلا مجهود كبير أو مش محتاجة فترات مثلا استراحة أو كذا فهنا هتكون مظائف المصانع دي هيكون سهل عليها أنها توفر روبوتات دي بحيث أنها تزود الناحية الإنتاجية من الناحية الاقتصادية صحيح أستاذ محمد كيف ممكن نوعي أفراد المجتمع فعلا بمدى أهمية تواجد الذكاء الاصطناعي حتى في حياتنا الاجتماعية والخاصة يمكن البعض يأخذها من ناحية الترفي خاصة بعد التواجد يعني ما يعرف باسم المنازل الذكية اللي ممكن نعمله أنه نخلي الموضوع ممتع أكثر نبين الجانب الإيجابي للذكاء الاصطناعي بحيث الناس تتقبلوا بشكل أوسع أو شكل أكبر يعني ممكن نعمله حتى نبدأ بالأجيال الصغيرة الأطفال وكذا إزاي ممكن نحبب المدالي يعني اللي بيحصل حاليا في الفترة دي أنه بياخدوا مثلا مواد لها علاقة بالبرمجة زمان الأول مثلا كان بس البرمجة محدودة على طلاب الجامعة أو محدودة على تخصصات معينة فحاليا صار متوفر في كل الأماكن تقريبا والأطفال بقوا يحبوا الموضوع فلما يفهموا الفكرة وراءه أو الكونسلت وراءه أنه أنا ممكن أكتب برنامج ممكن أصمم تطبيق معين ويعمل لي شيء أنا مهتم فيه فساعتها يكون فيه تقبل أكثر للأجيال القادمة وفي المستقبل إن شاء الله هم دول لا يبنوا المستقبل أكيد أستاذ محمد يعني جميعنا متفقين أنه أي شيء في حياتنا هو السلاح هذا حدين عنده جانب إيجابي وأيضا جانب سلبي شو هي الجوانب السلبية أو الآثار اللي ممكن تكون سلبية في حياتنا الاجتماعية ومستقبلا بسبب يعني مثلا تعودنا على استخدام الذكاء الاصطناعي أو اعتمادنا عليه بالشكل الكلي هو الأثار الاجتماعية يعني اللي ممكن أفكر فيه أنه ده هيعتمد على الشخص نفسه يعني نفس ما قلت مثلا مثال البيت الذكي لو فكرنا فيها ممكن نقول أنه هيخلي فيه انعزالية شوية من ناحية الشخص بس ده برضو يرقع للشخص نفسه وإذا هو هيحب كده ولا ولكن الإنسان بطبعه أنه بيحب المجتمعات فأنا ممكن في نفس الوقت يكون عندي بيت ذكي عندي أجهزة ذكية حواليها ولكن أقدر في نفس الوقت أحافظ على العلاقات الاجتماعية اللي أنا متعود عليها من نوع نظاير فأنا أقدر أوازن بين الطرفين أستفاد بالتكنولوجيا الموجودة وفي نفس الوقت أحافظ على اللي عندي من العلاقات الاجتماعية أستاذ محمد حياتنا الاجتماعية ما نقدر نفصلها عن العمل أو الدراسة كأشخاص حابين يدرسون هذا التخصص كيف ممكن يستفيدون منه في حياتهم الشخصية؟ الدراسة المجال ده يعني هو ده المطلوب خلال الفترة القادمة يعني لازم أغلب الناس تفكر في أنهم يتعلموا بضبط آه يتعلموا لغات برمجة هتفيد بعدين في المستقبل ده زي ممكن يفيد في الحياة الشخصية أنه ده يعني بكل بساطة هيسهل تواجد فرص عمل بعدين لأنني لو فكرت بس أن أنا ألاقي وظيفة معاينة نفس ما قلت اللي هي الوظيفة المتكررة فده في المستقبل مش هتكون موجودة هتختفي ولكن أنا لازم أدور على الوظائف اللي هيكون لها مستقبل وأغلبها هيكون معتمد على ناحية الذكاء الاصطناعي سيد أستاذ محمد كيفية تطوير هذه التكنولوجيا لكن خدمة أبنائنا في المنازل؟ هيكون ده نفس ما قلت أنه نقدر مثلا نوفر برامج أو طرق ممتعة من ناحية الألعاب من ناحية الترفيه للأطفال بحيث أن نحببهم في الموضوع من مهمة صغار فيه كذا مثلا لعبة كذا شيء ليه علاقة بالأطفال أنه يقدر يتعلم البرمجة من وهو صغير لأن أصلا يعني فكرة البرمجة بسيطة قدا وأصلا فيها يعني فيه مصادر تعلم كثير يعني متوفرة حتى لو مش في المدارس موجود مثلا على يوتيوب في فيديوهات كثيرة تقدر تعلم الموضوع فإنه الأكسس للمصادر دي ما بقاش طعب زي زمان بقى بمتهى البساطة والوفرة صح ممكن نقول نعلمهم منذ الصغر عشان ما يواجهون تحديات برأيك شوية تحديات اللي ممكن تواجه الأشخاص مستقبلا اللي مش متعلمين على الذكاء الاصطناعي وما عندهم الدراية الكافية بالكيفية استخدامه في حياتهم التحديات هي نفس ما قلت هيكون مثلا أنهم ممكن يخسر وظائف معينة أو كذا ده أغلب التركيز لو على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي بالضبط ناحية الصعيد الاجتماعي إذا الشخص مش مواكب للتكنولوجيا مش ممكن ما يكونش ليه تأثير أوي ولكن الأحسن أنه شخص من الآن يبدأ يطور في نفسه فالموضوع مش محصور بس على طلاب أو على أطفال حتى شخص مثلا كبير في العمر يقدر أنه يتعلم الذكاء أو تعلم برمجة بشكل عام بكل بساطة يعني لو لغة بسيطة من البرمجة أنه هتسهل عليه بعدين حياة ويقدر في أي تخصص بعدين يقدر مثلا يشتغل مبرمج يقدر مثلا يشتغل مثلا مصمم تطبيقات أو مصمم مواقع فالموضوع هيكون بسيط لك أستاذ محمد شو الأشياء اللي تلاحظونها على الطلاب بعد دراستهم لمثل هذه التخصصات يمكن البعض شوية يشوفها صعبة وتحتاج مجهود وأيضا تحتاج وقت شو المهارات أو القدرات اللي اكتسبونها الطلاب بعد يعني الدراسة الكافية لمثل هذه التخصصات خاصة الذكاء الاصطناعي وأيضا التكنولوجيا الحديثة هو يعني أي حاب يدرس التخصصات اللي علاقة بالبرمجة الذكاء الاصطناعي بيكون إما متوفرة عنده الأشغال في شركات لها علاقة بالمجال أو حتى أنه يقدر يشتغل حر عمل حر في ليران في ري لانسر فأنه يقدر هو الوحيد يقدر يصمم برنامج مش محتاج أن يكون تبع شركة يقدر أنه يشوف طلبات الناس يشوف الماركت الديماند في الماركت على أساسه يقدر يصمم البرنامج المحتاج وحسب الزبايا المحتاجة حسب السوء المحتاج يقدر هو الوحيد يصمم الموضوع ده من غير اعتماد تام على شركة أو وظيفة معينة أستاذ محمد شو نصيحتك للشباب أو البنات اللي حابين يدخلونها التخصص بس هناك فيه تخوف شو الخطوات الأولى اللي يجب اتخاذها عشان يدخلون هذا التخصص ويكونوا عارفين فعلا أنهم راح ينجحون وأيضا راح يستمرون فيه أول شيء أنه لازم يبدأوا من قبل مثلا دراسة الجامعة أنه يتعرفوا على التخصص بشكل أوسع يعرفوا الجوانب الإيجابية اللي يعرفوا التطبيقات اللي ممكن نستغل فيها التكنولوجيا دي فإنها تسهل حياة الإنسان نفس ما قلت هو مش محدود بس في برمجة أو كمبيوترات لا موجود فيها من ناحية الصحة من ناحية الصناعة من ناحية الزراعة فممكن الشخص يشوف ميولو هو حابب مثلا أنا مهتم من ناحية الصحية فأنا ممكن أدرس الذكاء الاصطناعية عشان أدخل المجال الصحي أقدر أوفر أو أجهز التكنولوجيا أنها تخدمني في المجال ده فيشوف الاهتمام اللي يحبه وعلى أساسه يقدر يدرس الذكاء الاصطناعية أو التكنولوجيا في توظيف أو توظيفها للمجال ده سيد محمد شوين مشاريع الصغيرة اللي ممكن نقوم بعملها أو نشاركها مع الآخرين وتكون خاصة بالذكاء الاصطناعي وأيضا نقدر نستفيد منها مستقبلا المشاريع الصغيرة دي ممكن تكون نفس مولت على الأشياء اللي ليها مستقبل باهر اللي ليها مطلب أكبر من ناحية السوق فمثلا أنا التركيز أكثر يكون على الأشياء اللي هتسهل حياة الناس من أي مجال أنا مثلا محتاج أني تسهيل علي مثلا المواصلات فمثلا أعمل أبليكيشن معين بحيث أنه يسهل لي المواصلات محتاج مثلا تسهيل علي في من ناحية توصيل الطلبات مثلا فتصمم برنامج معين أو أبليكيشن معين يوصل لي المطلوب ده فكذا فأنا بركز على الأشياء اللي هي مطلوبة حاليا في مجال أو في السوق المحل صحيح أستاذ محمد نرجع لموضوع العمل أو اعتمادنا على بعض هذه الأجهزة في أماكن العمل أو في بيئة العمل هل ممكن تؤدي إلى تكاسل الموظفين وقلة الإنتاجية ولا بالعكس لا لا بالعكس هو نفس مولد بيرقع للشخص نفسه إذا الشخص حابب الموضوع فعلا هيكمل فيه أما تعتمد كمان على الوظيفة نفسها إذا الوظيفة بشكل متكرر روتيني يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يبدر وظيفة الشخص ده ولكن الشخص نفسه لازم يتعلم أو يطور من نفسه بحيث أنه يواكب التطور ده لازم يعرف أهمية الذكاء الاصطناعي ويعرف أنه إذا ما تحركش من مكانه أو ما تطورش من نفسه بعد فترة معينة مش هيبقى نفس المجال أو مش هيبقى نفس المكان اللي هو فيه فلازم يطور بشكل مستمع نتطور في العمل وأيضا في حياتنا الاجتماعية لهذا يعني شو الأشياء أو الاستخدامات البسيطة والغير معقدة اللي ممكن ندخل فيها الذكاء الاصطناعي ونستخدمها في حياتنا بالشكل يومي وما نحس أنها معقدة أو قاعدة تفرض نفسها علينا بكل بساطة مثلا الأجهزة اللي حوالي يعني مثلا الموبايل ممكن نوظفه بشكل أنه نستخدم فيه التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي بشكل بسيط ممكن أبدأ بالأشياء اللي حوالي ما دخلش على طول في المجالات المعقدة أشوف مثلا شيء حوالي إذا ممكن أسهل على نفسي استخدام الأبليكيشن إذا أخلي حياتي معتمدة بشكل جزء ولو بسيط على أبليكيشنز معينة بحيث أتأقلم مع الوضع أبليكيشنز كثيرة مثلا فيها خاصية مثلا تنظيم النوم ليه مثلا ما أستخدمش الجهاز ده بشكل يومي لأن أنا بمارس الشيء ده كل يوم اللي هو النوم فأنا أقدر أستخدمه مثلا بحيث ينظم لي نومي أقدر مثلا أستخدم أبليكيشن تاني بحيث ينظم لي أكلي مثلا أو مثلا يذكرني إن أنا أشرب مياه كل فترة فأنا أقدر إن أنا أدخل المجال بأن أنا أستخدم الابليكيشن الموجودة هحب المجال وخلاله ومن خلال البداية دي أقدر بعدين أطور من نفسي ويكون عندي أنا برنامجي الخاص بيأدي وظيفة معينة سيد أستاذ محمد التوعية التي تتم من خلالكم كخبراء وأيضا مختصين في مجال التكنولوجيا عشان نقدر نستخدمها بالشكل الإيجابي بشكل أكبر في حياتنا سواء علاقاتنا الاجتماعية أو بيئة العمل دائما بننصح أن الطلاب مثلا على مستوى الطلاب أنه لازم تستخدم أحدث التكنولوجيا الموجودة آه أنت مثلا عندك مشروع معين لعلاقة مشروع التخرج ممكن تستخدم فيه تكنولوجيا أرد موجودة مثلا من عشر سنين أو كذا لا بدل ما تستخدم شيء أرد موجود استخدم شيء طالع مثلا من سنتين أو كذا آه مثلا فيه لسه بيكون عليه أبحاث بيكون لسه جديد مثلا فيه الصحة في الغلط ولكن الأحسن أن يستخدم شيء جديد اغلط فيه مش مشكلة ولكن ده هيتعلم ده هيعلمك وده هيزود فرص النجاح بعدين بالشيء الحديث الموجود صحيح أستاذ محمد شوهي الأثار المستقبلية لاستخداماتنا لمثل هذه الأجهزة في حياتنا وأيضا في منازلنا الخاصة بالذكاء الاصطناعي اللي راح تأثر علينا كأفراد وأيضا كمجتمعات هذا يعني دائما ننظر للجانب الإيجابي في الموضوع ده هيسهل حياتنا بشكل كبير هيخلي حياتنا أبسط مش هيكون فيها التعقيد اللي كان موجود قبل كذا وده اللي هيخلي عندنا مثلا وقت أكثر أو فرص أكثر أن احنا نبدأ في مجالات تانية فده دي هنا دي من أحد الأسباب الإيجابية للذكاء الاصطناعي صحيح يعني أستاذ محمد الذكاء الاصطناعي هو السلاح ذو حديين إيجابي وأيضا سلبي لكن يجب يعني معرفة كيفية تطويع هذا المجال وهذا التخصص في حياتنا بالشكل الإيجابي بالشكل الكبير أستاذ محمد عبدالله نورتنا في هذه الصباح يعطيك العافية شكرا